ياهو انت ولد جايزوي ياهو انت سبب هذا المقطع خلوا عقله هايتي وعمله هايونه كلهم صورون عتب اللي جا بصورون بالمقورة صورون سبب لي بلتل خبال اهلي كلها توفت كلها باتت اشتركوا في القناة عياك الله شونك الله يا ماء الله خلينا نتعرف عليك هل للناس تعرفوا من وحضرتك شونوا اسمك مهدي صالح حمدان انت من اهل العمارة اصلا انا من العمارة انا من خبالي 57 خلينا نعرف الناس خلي تعرفك اولاوا انت وين ت glimpse هلت كنت لكنى في initial غلاق الايد طيب أهلك؟ أهلك كلها توقفت كلها باتت عندك كانوا أخوان بنات؟ كل أخوان باتت كل 3 شي باتت ظلت أنت الوحيد؟ قبل شقيد يعني هذا من توفى؟ قبل 30 سنة 25 هاي الفترة وين يعني؟ هاي الفترة وين شنت عايش هاي بالسنوات اللي مضتت؟ بغدار أشتغل حمار وبعدين شو رجعت العمارة؟ رجعت الجلال ولايتي رجعت الأهلك؟ أهلك كلها باتت راهت من رجعت هاي وراء 20 سنة 30 سنة تقصد انت رحت البغدار؟ ايه من توفى؟ هاي يعني متنقل المحافظات تبحت عن حمارة؟ طيب رجعت العمارة لما رجعت باعتبار أهلك ما موجودين؟ وين رجعت؟ ويجعت راحت العمارة اشتغلت ودور ما اشتغلت ان المرة جيت تجلعي مزين؟ ولايتي ولايتي هاي بيه الناس ويعرفون نبيه رجعت الأهلك وناسكين؟ انا تحس اكو أمان هنا من رجعت؟ والله ما بالطابوك بسهار من رجعت يعني قاموا يحتدون عليك؟ هاي الناس هاي الناس شون بدو يضربوك؟ شو وقت صار هاد الكلام؟ هاذا ذاك الوقت هس خلينا نحكة على هاد النشر شون صار عليك النشر هاد؟ نشر بعض ما عاب ما تدري؟ ما عادر وكينا بصوروا لي حتى بلجا بصوروا لي بلجا بصوروا لي السبب لك هاده؟ السبب لي بلجاة اخبار من تطلع بالشارع الناس تاديك شون يسعون جب؟ بطابوك اي والله ليش يضربوك؟ هاي بعد نلة اي والله نشر اي والله نشر بالعب موايا حالتي نشر نحن خلينا اول مرة انت قلوان عليك انه انت انت نظام انه انت مطارد سوريف لي مطارد ها مطارد من العاكم بالعدام سوريف لي يعني من حكمة بالعدام من حكمة عشرين مؤبد وعدام وهي اللعبة طوبة بالعام احسر واشهد منعثم ما يكرروني طبارت منعثم بعدين كرروني مطارد منعثم عام صدام طبعت محكمة بالعدام محكمة بالعدام محكمة بالعدام بس ما قدوا يجبوني ما يكرروني هاي الفترة من انت تت محكمة وينش تتنقل بين المحافظات مننا ومننا تذهب وينش نجي البغدار لنجيب الكربلة تخاف خافيني اخافهم والعالم تضطيني ليش نحكمت بالعدام شنو عندك؟ هارب هارب مني الخدمة العسكرية هاد الرجل اللي هسه انت جارسين بيته شون عرفته شون وتواصلت بيها؟ والله كان بالشارع كان بالشارع كان بالشارع قلت له على حالتي بجوه والله طموه كوه خزني والله واعق أمو البديد شو تقللي الناس هاي اللي اللي انت تتنمر عليك وتعتدى عليك؟ شو تقللي محج يا ابن عمر واحد خلوا وروا هاد الشخص اللي صور هاد التصوير شو تقللي؟ شو تقللي محج هو والله منعم بالله شنو تريد انت الان شنو تريد؟ أريد المسكن المسكن وصرف ما عندي وبلوز ما عندي وعق العباس وراء حتى الثاني ضايق رأسه كله ضايق موسيقى 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 كله أذى النظام سابق كان يسجنوا يحكمه عشرين سنة ويينزين به مامور يشرف من المامور وهو شنو مشكلته هارض من الجيش منسقط النظام والدته كانت عايشة هو ترى من قد ما تهذت الناس ولا أطفال يقل لك قبل 30 سنة لا أنا ملتق ببالدته وملتق بأخواته بخوانه وكل القلعة تعرف توفت والدته وتوفوا واثنين خوانه كريم وعلي رمو الشرطة هم هارب ورمو وانشيل خمس سنوات رموه بالعمود الفقري أخوه هارب من الجيش فأخوه هارب وهذا هارب أخوه رموه طلقه من جسد هنا بقلعة الصالح بالعمود الفقري وانشيل خمس سنوات فبعدين من يجي هنا أقل له أهلك يا بأكل متوظفون ما بقى عندك شي لا بيت لا شي فها راح لنجف يزورهم فهذا حشا كان هم أرض الفضل فاض سوقية صوره بالسيارة يقول له أنت ياهو هذا المقطع فهو ما يشوف من قال له أنت ياهو ما يشوف هو يشوف ما ترترى نظر ضعي اي اي اذا كان يشيره عبال الناس صار نشر عليه عبال ممقبل فمن اجي هنا قلعة عدبيت لامس كليبات بشاري إينام بشاري ما قيم طيب ترى لي يقول لك ساعة تونتيت خليجي لا يقابلني فأنا من شفت وضعي تتركض راجه هار تركضي بالطابوك تخبلت جارب باعتبار جارب منولايتي اخوي من ولايته أنا عراقي. ما زال السحة لو كان بالبصرة أو كان بالموزن. فقلت لك هاي حالته. حالته هو النظام الزيضاكي. وهسنه في هذا الجيل الثا. لا بها بسبب هذا المقطع خلوا عقله هيشي وعموا عيونه. بلقى العصار عليه هذا الاعتدار؟ لا هذا الاعتدار صار عليه بالنجف. واحد من النجف منعرفه. حسب حتي قول مهدي يقول هذا التصوير بالنجف. يقول أنا كنت واقف على جسر النجف. وقال لي شو سونا؟ قلت لأنت ياهو سوى عليه هذا المقطع برمجاه. شفت بشارة يباط الله أكبر ما يصير عنا. لو اسلام لا نقول إحنا نعوف الإسلام ونعوف الله ونعوف الحسين ونعوف عليه. أنا يعني شوف نايم بشارة وعوفة ما صار غير كما تقبل. جبت البيتي وخطي البصرة خمسة أيام رجعت من البصرة. وحسا حاليا عندي هزن دم التقوية أي عندي ببيتي. مكرم مع الزيز. حد ما أموت. صحيح أنا ما دايم له. أحسلي الصحيح ما دايم له. والأعمار بي قد لا. بأن يشوفون حالة يساعدون إنه واسه وما يملك هاي جنسيته عندي. أخاف عليها الضيع منه. قلت له يا مرطيني جنسيتك وهاي الضامة عندي بالمحفظة. يساعدوا يعني شوفوا له يعني صيغة يعني مبلغ مالي نبليده بي. يعني نشوف له مجرد مرة يعني نحنا ندبر له ونخليه تعينه. يعني ما دايم له. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة